اشتركوا في القناة وقال له أنزل القرآن الكريم على نبيه ويسر حفظه فقال عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ونشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله الرؤوف الرحيم بأمته سأل ربه التخفيف عن أمته حتى في التشريع فيقول سيدنا أبي ابن كعب رضي الله عنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام فقال يا جبريل إني قد بعثت إلى أمة أميين فيهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط قال يا محمد إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف أيها الإخوة الكرام امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهديه ينعقد هذا الملتقى اليومي ملتقى القراءات العشر منها هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف يقام هذا الملتقى ضمن برامج وأنشطة مركز إعداد وتطوير معلم القرآن الكريم بالجامع الأزهر وذلك برعاية كريمة من فضيلة مولانا الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر حفظه الله وتوجيهات من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف حفظه الله وتحت إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية بالرواق الأزهري وفضيلة الدكتور هاني عودة عواد مدير عام الجامع الأزهر كما يقوم بالإشراف العلمي لهذا الملتقى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم صالح رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف والأستاذ بجامعة الأزهر وفضيلة الشيخ حسن عبد النبي عراقي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف أيها الإخوة الكرام في بداية هذا اللقاء دعونا نرحب بضيوفنا الكرام ومعنا اليوم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم صالح رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف والأستاذ بجامعة الأزهر وفضيلة الدكتور أحمد خطاب أستاذ القراءات وعلومها بكلية علوم القرآن الكريم بجامعة الأزهر شارحا ومعلقا ومتابعا عمر فاروق إمام القبلة بالجامع الأزهر قارئا ولقاءنا اليوم بمشيئة الله تعالى مع قراءة الإمام بن عامر براويه هشام وابن ذكوان وما تيسر من سورة البقرة من الآية ست ومئة إلى الآية إحدى وأربعين ومئة والإمام بن عامر هو عبد الله بن عامر اليحصبي أو اليحصبي وكنيته أبو عمران انتهت إليه مشيخة الإقراء بالشام كان إماما كبيرا وتابعيا جليلا جمع بين الإمامة بالجامع الأموي بدمشق والقضاء ومشيخة الإقراء ولد الإمام بن عامر سنة إحدى وعشرين من الهجرة وقيل سنة ثمان وتوفي سنة ثمان عشرة ومئة وراوياه هما هشام وابن ذكوان بسند عنه فأما هشام فاسمه هشام ابن عمار هشام بن عمار ابن نصير وكنيته أبو الوليد إمام أهل دمشق وخطيبهم ومقرئهم ولد سنة ثلاث وخمسين ومئة وتوفي سنة خمس واربعين ومئتين أيها الإخوة الكرام نبدأ بكلمة عن مذهب الإمام هشام في القراءة وما له من أصول وفرش في الآيات الكريمة مع فضيلة الدكتور أحمد خطاب أستاذ القراءات وعلومها بكلية علوم القرآن الكريم بجامعة الأزهر فليتفضل موفقا بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد وأشهد أن لا إله إلا أنت وأشهد أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الكرام سيقرأ قارئنا ربع ما ننسخ من آية برواية هشام بن عمار عن الإمام بن عامر وحري بنا أن نذكر سند بن عامر فابن عامر أعلى القراء سند حيث قرأ على أبي الدرداء وقرأ أبو الدرداء على نبينا صلى الله عليه وسلم كما قرأ ابن عامر على المغيرة بن أبي شهاب عن سيدنا عثمان عن نبينا صلى الله عليه وسلم وقيل إن ابن عامر سمع قراءة عثمان وهذا محتمل ابن عامر كما ذكرنا أعلى القراء سندا وصلى خلفه الخليفة عمر بن عبد العزيز وناهيك بذلك من قبه أما هشام فأضيف إلى ما قال أخونا الشيخ إمام كما كان إماما في القراءات كان إماما في الحديث وكان الناس يرحلون إليه لطلب العلم والقراءات فقد روى البخاري في صحيحه عنه ورأى أبو داود والنسائي وروا غيرهما وهذا فيه دلالة على أنه كان من كبار علماء الحديث أما عن أصول هشام في الربع فعندنا قول الله تعالى فقد ضل سواء السبيل قرأ هشام بإدغام دال قد في الضاد فقد ضل ومذهب هشام في باب الإدغام الصغير عندنا ذكر ذال إذ وعندنا دال قد وعندنا تاء التأنيث وعندنا لام هل وبل وعندنا باب حروف قربة مخارجها والنون الساكنة والتنوين هذا كله يسمى بالإدغام الصغير هشام يدغم ذال إذ في الحروف التي هي الخاصة بها نعم إذ تمشت زينب صالدا لها سمية جمال أيضا يفعل ذلك في حروف قد وقد ساحب الذيل انضفى ظل زرنب إلى آخره يفعل ذلك أيضا في تاء التأنيث إلا أنه يظهر كما قال للشاطبي وأظهر كهف وافر سي وجوده زكي ويظهر له الدمت وأظهر راويه هشام له الدمت أما لام هل وبل فإنه يدغم في حروفها المذكورة ما عدا النون والضاد وأظهر لدواع نبيل ضمانه إذن سيقرأ فقد ضل يقرأ ابن عامر براويه هكذا لأن ابن ذكوان وأدغم مر واكف ضير ذابل زواضلة الإدغام هنا سببه القرب في المخرج فالسبب الإدغام لا يخرج عن التماثل أو التقارب أو التجانس سواء السبيل سواء لو وقف هشام على الهمز في سواء سيكون له الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع سواء سواء هذا في سواء السبيل لأن الهمز مفتوح لكن لو كان الهمز مكسوراً أو مضموماً فالوجوه خمسة سيزيد التسهيل بالروم مع المد والقصر نحو السماء السمائي واضح ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر أو يمضي على المد أطولاً فقد ضل سواء السبيل ماذا أيضاً له عند الوقف على كلمة شيء وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء لو وقف القارئ هنا اضطراراً أو اختباراً أو من أدل أخذ نفس وثم يعود ويكمل هنا سيكون لهشام النقل والإدغام شيء وهنا الهمز مكسور فسيكون مع النقل السكون المحض والروم على الوجهين على النقل وعلى وعلى الإدغام يعني شيء 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 ما الدليل قال أن أحرك به ما قبله متسكناً وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهل هذا هو النقل أما الإدغام الياء هنا أصلية وما واو نصلي تسكن قبله أو الياء فعن بعض بالإدغام حمل الياء أصلية لو كانت زائدة نحو قروء سيكون الإدغام فقط لا يوجد نقل قروء كيف أعرف كون الياء أصلية والواو الوزن شيء على وزن فعل إذن الهمز يقابلها اللام فهي أصلية أما عن الفرش فعندنا ما ننسخ قرأها ابن عامر ما ننسخ بضم النون الأولى وكسر السي على أن الفعل الماضي أنسخ وننسخ به ضم وكسر كفى والباقون يقرؤون ما ننسخ يقولون النسخ قد يكون بمعنى الإزالة وقد يكون بمعنى النقل إنا كنا نستنسخ بمعنى النقل لكن هنا بمعنى الإزالة والتبديل والتغيير ما ننسخ من آية عندنا أيضا قول الله تعالى وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا قرأ ابن عامر خاصة بحذف الواو قالوا اتَّخَذَ الله وهي هكذا في المصحف الشامي فالرسم الشامي لا يوجد واو قالوا اتَّخَذَ الله عليمٌ وقالوا قيَّد قالوا بكلمةٍ قبله عليم إن الله واسعٌ عليم وقالوا عليمٌ وقالوا الواولو لا سقوطها وكن فيكون النصب فالرفع كفل إذن قرأ ابن عامر قالوا اتَّخَذَ الله إذن لو سألك سائب اقرأ لابن عامر قالوا اتَّخَذَ الله وَلَدَا ماذا ستتفعل ستقول لابن عامر موضع في البقرة ولجميع القراء موضعٌ في يونس انتبه للسؤال لكن لو قيل لك اكتب لحفص قالوا اتَّخَذَ الله أو اقرأ قالوا اتَّخَذَ الله وَلَدَا إِبَا مَوضِع يونس فقط قالوا اتَّخَذَ الله وَسَيُوجِّهُ أستاذُنا أو سيذكر ما في هذا الموضع من كلام يخصه التوجيئة والوقف ايضا عندنا كُن فيكون في الآية نفسها في الآية بعدها بديع السماوات والأرض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُوا قرأ ابن عامر وحده بالنصب فيكونا ينبغي أن نعلم أن كُن فيكون في القرآن كم موضعا دائما يُقال ينبغي لدارس علوم القراءات أن يكون حافظا للقرآن حفظا جيدا كُن فيكون نقول جاءت في سبعة مواضع البقرة وموضعان في آل عمران وموضع وموضع في الأنعام وعندنا في النحل وياسين وغافر كم تمام لابن عامر في مواضع خمسة النصب ويوافقه الكسائي في النحل وياسين لماذا اختار الكسائي النحل وياسين لأن موضع النحل وكذا ياسين قبله فعل منصوب يعني إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون أيضا في سورة ياسين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون طب هناك موضعان اتفق الجميع من العشرة على الرفع فيهما ما هما الموضع الثاني في آل عمران وموضع الأنعام آل عمران كن فيكون الحق الأنعام كن فيكون قوله لذا قال ابن الجزري كن فيكون فانصب رفعا سوى الحق وقوله كبا كذا عرفنا أن عندنا خمسة مواضع ينصبها من ابن عامر كن فيكون طب أنا وقفت على الكلمة كن فيكون يقول البعض إن أردنا يعني إن أردنا فعل ذلك يمكن أن نقرأ لغير ابن عامر بالروم حتى يظهر الفرق بين من بين ابن عامر وغيره لكن على قراءة ابن عامر لا يصح للروم لأن الروم يكون في ماذا في المرفوع والمجرور لكن المنصوب لا يدخله روم لا إشمال ولم يره في الفتح والنص بقارئ وعند إمام نحوي في الكل أعمل لم يقل ذلك تمام نقول يا أفاضل وفعلهما في الضم والرفع وارد روم والإشمام ورومك عند الكسر والجر والصلة هذا ما في الربع من أصول وفرش ونترك لأستاذنا الإضافة الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه أصلي وأسلم على على الرسول الله القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين في البداية مرحبا بكم في هذا الملتقى القرآني الذي أعده الجامع الأظهر وكنا نتمنى أن يكون العدد غير ذلك ولكن حسن الطالع أننا في هذه الليلة الختامية لمحفل سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه هو الدكتور أحمد بيّن لكم القراءات الواردة في ربع ما ننسق طبعا الربع فيه قراءات لغير بن عامر وبرده نبينها عشان قتل يعني تزداد الفائدة إحنا عندنا أول حاجة ما ننسق من آيات هيقرأ ما ننسق وهو أخبر بأن ننسق فعل ثلاثي وننسق فعل رباعي من أنسقها والنسق ورفع الحكم ماشي لكي يأتي بحكم آخر بعده وبعدين قال ننسها إحنا عندنا برضو قراءات تننسها ننسقها وننسها لما يقول ننسقها ننسها من من النسيان وهذا أفاد بأن الله سبحانه وتعالى يذهب إنشاء هذه الآية بالكلية أو يمحوها لفظا ومعنى وهذا الحكمة ده في قراءة ننسها ومن ننسها دي نؤخرها يعني يؤخر الحكم بهذه الآية يعني يتأخر الحكم لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى لأنه يتعامل مع الأمة كالتعامل مع الطفل الصغير فيتدرج معه في التشريع فجاءت القراءة لكي تبين أن ننسها بمعنى من الإنساء يعني نمحوها ننسها يعني نؤخرها عندك بعد كده كن فيكون هو قال لكم قراءة بالرفح اللي قرأت مين جميع القراء كن فيكون يعني هو كن فيكون بمعنى هنا كن فيكون بتفيد ايه إن الشيء الذي يريده الله سبحانه وتعالى يكون كما أرد الله سبحانه وتعالى ده قراءة اللي ايه قراءة الرافح طيب كن فيكون جال النصب هنا بفيد يعني إن ربنا سبحانه وتعالى يصور المعدوم في حكم الموجود يعني حيصور الشيء المعدوم في حكم الشيء الموجود خطبالك طيب يا ترى في ناس تقرأ يقولون كن فيكون يعني يقف على كن ماشي ويبدأ يقول ايه فيكون يعني فهو يكون فهو ايه يكون بس على قراءة ابن عامر لا يصح الوقف لأن القراءة بالنصب وعايز تديك قاعدة الدكتور احمد ذكر لك كم موضع ذكر لك سبع مواضع طيب يبقى انا عايز تديك قاعدة تريح نفسك تشوف اللي فيها قراءة ومن اللي ما فيها قراءة بدل ما تقعد تدور هنا وهنا وتجيب الدليل ومش عارف كل كل آية مسبوقة بإذا يبقى فيها قراءة وكل آية ليس فيها إذا تبقى القراءة بالرفح قولا وحيدا خلاص كده يعني انت قد قدها قاعدة لما يقول لك الله امال دي ما قرأتهاش بالقراءة ابن عامر ليه يقول له لأن ما فيها شيئ إذا ليس فيها إيه ليس فيها إذا يبقى إذا هي اللي تجعل القراءة هنا لابن عامر خدت بالك وأنا على قراءة ابن عامر لا أخف على قوله تعالى كون ولكن على غيره لك أن تخف على قوله كون بعض الناس يقول لك لا دا القراءة دا انت الوقف هنا بفيد السرعة ما تقفش فقل قم فيكون عشان تفيد الايه السرعة خدت بالك طي ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم دا برضو قراءة خدت بالك بس طبعا مش لابن عامر انت معاي عندك القراءة القراءة بالنفي يعني أنت غير مسؤول عن أصحاب الجحيم ليس عليك هداء طيب ولا تسأل عن أصحاب ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بالنهج النبي مشغول بأمته النبي مشغول بالأمة فربنا سبحانه وتعالى يعني شفت شغل النبي بأمته فربنا ينهى عن السؤال لا تسأل عن فلان فلان ايه ليس من أهل الإيمان لا تسأل عنه معين النبي كان بيسأل عنه يعني شفت انت جمال الرسالة والنبي يدور علينا وإحنا ايه في مكان بعيد عن هذا الأمر خدت بالك عندك كلمة قول الله تعالى وقالوا اتخذ الله ولده ده اللي فاضل في الاربع معاي انا هقول لك على شيء في بعض المصاحف وقالوا اتخذ الله ولده على هميم مش كده ولا ايه وبعض المصاحف على هميم وحجيتها في مصحف باكستان او في مصحف السعودية اللي تحته خطوط وبعض المصاحف على هجيم ايه الحرة اللي احنا فيه هديا اه قال لك لو محطط على هميم يب حتى لا يقع التنزيه على الولد وقالوا اتخذ الله ولده سبحانه يب سبحانه لله سبحانه وتعالى يب هذا تنزيه لله سبحانه وتعالى عن ان يتخذ ولده خطيبها لك طيب ما اللي حطه لا ليه قال لك تعجيلا للتنزيه فقل سبحانه يعني انت هتعجل التنزيه طيب انا عاوز احط الاثنين بقى اجيب الجيم عشان تمشي يب اذا الذي وضع جيما خطيبها لك عشان تشمل الوقف اللازم وتشمل الوقف الممنوع فاذا وقفت فالوقف لازم واذا وصلت فكده يب انت ايه انت في حل خطيبها لك طيب عندك طبعا قالوا اتخذ الله ولده دقرة ابن عامر هتبع الاستئناف استئناف بياني استئناف بياني يعني ايه ماذا قال هؤلاء فقيلة قالوا اتخذ الله ولده قتب لكم قالوا اتخذ الله ولده فالقراءات بتظهر جمال في هذه الامور يباحنا عندنا الوقف لما توقف علىها قالوا اتخذ الله ولده تبعرف ان علىها ميم وعلىها لا وعلىها جيم وانت باختر الجيم عشان تشمل الاتنين كن فيكون على قراءة ابن عامر لا تقف وعلى قراءة غيره فلك ان تقف حتى تصور الحق سبحانه وتعالى الحق سبحانه وتعالى يصور لنا ان الدنيا في قفضته وانه سبحانه وتعالى اذا كان فلا ايه فدرد لكونه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من اية او ننسها نأت بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير الم تعلم ان الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بامره ان الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيدٍ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون هو الشيخ عمري جميل بدأ قال إيه حسدا من عند أنفسهم في ناس تبدأ يقول كفرا كفرا حسدا لا تبدأ حسدا من عند أنفسهم يعني الحسد هو اللي من عند أنفسهم خدت بالك إنما الكفر يراسق في إيه في قلوبه خدت بالكم ما لك من الله من ولي ولا نصير كتير بيعملوا نفس الحكاية لا هناك ثلاث آيات الأصول أقرأهم بجأ أخذ كده صوت هادي عشان أوصل لآخر الآية ما ينفعش أبدأ أقول ما لك من الله من ولي ولا نصير كده نفيت الولاية عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونفيت النصرة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني تتيني وراء الآية لما تجيبها تدرب صوتك عليه وتقراب سطواطي وممكن تجيبه لما قراب سطواطي جبهه وطبعا عشان بيحب النبي فجبه ماشي بارك الله في فضيلة الشيخ عمر فاروق إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف على هذه التلاوة العطرة التي سبقتها أو سبقها جانب من مزيد من التشويق الذي أطلعه علينا فضيلة أستاذنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم صالح رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف والأستاذ بجامعة الأزهر الشريف على جانب من توجيهات وعلل القراءة قراءة الإمام بن عمر التي وردت في الآيات الكريمة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيه وعننا خير الجزاء ولا ننسى الكلمة الطيبة والتقديم الجيد الذي أفادنا وأمتعنا به فضيلة الدكتور أحمد خطاب الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف أستاذ القراءات وعلومها بكلية علوم القرآن الكريم ترجمة نانسي قنقر